أكدت هيئة قناة السويس أنه لصحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأكدت الهيئة أن الملاحة منتظمة من الاتجاهين وأن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن وأكدت هيئة قناة السويس حرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية